مرحباً على إيجاد العامة السيئة المنزل اليوم سنحكي عن الجراثيم اليوم رح نحكي عن الجراثيم وإش هو إش معنى الجراثمة انا متأكد أنكم جميعاً هم تسمعون الجراثم لأنها تحدث عن الوصف لكن ما هو مرحباً ؟ ومرحباً الكثير من المتعلق الجراثم و المرحباً هو الجراثومة الجراثومة هو إش مكون من الأشياء الوراثية من المعلومات الوراثية وبالإنجليز يسموها الجينية هل تعرف ما هو الجينية؟ نعم الجينية هي كل المعلومات عن كيف يعمل ما يبدو كيف تبدو كل شيء عن الجزم هذه المعلومات الجينية الوراثية هي اللي فيها كل المعلومات عن جسمنا و كيف جسمنا بيشتغل و كيف شكلنا وهي المعلومات الوراثية موجودة بكل إشي حي يعني كل إشي حي فيها معلومات جينية وراثية هل تكون الإنساة لتحرق كل شيء يمحل لذلك المعلومات لنظر أنها تحرق من المعلومات الجينية ولكن ليس فقط هذا إذا كان ذلك لذلك ستتجنع لذلك تحرق لذلك تحرق الأشياء المتوارثة الجينات اللي من الفيروس اللي من الجرثومة بتكون موجودة داخل صندوق من بروتين جرثومة الفيروس كل جرثومة بتختلف عن الجرثوم الثانية وهذا بيعتمد على المواد الجينية والمواد الوراثية اللي موجودة داخل الفيروس لماذا هذا مختلف لبكتيريا أو لنا؟ المختلفة هي أن يستطيع التحرق هدول الجراثين مش على قيد الحياة يعني هما مش عايشين we won't live لأنه ما بيقدر انهم يتكاثروا لحالهم let's imagine we have a cell cells or the smallest beings that build anything that is alive for example As human beings we are made out of cells and so are animals plants and bacterias that are made out of only one cell cells have the ability to duplicate what means making copies of them cells أما الخطوة أما الخلايا، الخلايا هي على قيد الحياة، هي عايشة، وهي بتخلي كل إشي عايش الإنسان، الحيوانات، النبات، بيقدروا إنهم ينسخوا، يعملوا نسخة من المواد الوراثية وبعدين هذول الخلايا بيقدروا إنهم يتقاسموا لخليتين ومن بعد هيك الخلية الأولى من خلية واحدة بيصير في خليتين الجرتومة ما بتقدر إنها تتكاثر أو تتأسم لحالها But then, how do they reproduce? Let's have a look at this virus. If it was to duplicate, it will need to find a cell, like this one here. إذا الجرثومة أو الفيروس بدو يتكاثر أو إنه يتأسم، لازم إنه يلاقي خلية Then the virus will enter the cell لازم الفيروس والجرثومة يفوت جوة الخلية And once it is inside, it can start reproducing and making new viruses inside of the cell والجرثومة والفيروس لما يكون داخل خلية بيقدر إنه يتقاثم ويتكاثر Once the cell is full of viruses, these viruses will leave And after the cell will probably die وبعد ما يتكاثر ويتقاثم الفيروس الجديد بيترك الخلية بيطلع برر الخلية والخلية نفسها بتموت So what about Elska? If we travel back in time, and we go and see when the viruses were discovered I would love that! I'm great! Then let's go! Let's go! We are going back to Russia, around 1890 Russia, in 1890 Here we have Dmitry Ivanovski Who is a scientist studying why some tobacco plants are dying In the lab, he put the leaves in some water and then smashed them to make the leaves release everything that they have inside into the water And he passed all the water through a very special filter that would not allow any bacteria to go through He used this filter water in some healthy plant The water that was discovered from this experience He used this water to be able to get the water from the bacteria اتعلمنا انه جراثيم الفيروس مكون هو عبارة عن مجموعة مواد جينية مواد وراثية اتعلمنا انه فيه انواع من جراثيم الفيروس مختلفة جراثيم الفيروس اصغر من الخلية الفيروس مش كائن حي لانه ما بيقدر انه يتكاثر وانه يتأسم لحاله وتم اكتشاف جراثيم الفيروس في روسيا قبل 130 سنة ترجمة نانسي لله